واجه تحالف أوبيك بلاس درفاً استثنائياً خلال اجتماعه المرتقب اليوم الاثنين إذ يتسبب تقلب الأسواق في ارتباك المشهد على ضوء المخاوف من تباطئ الاقتصاد العالمي مع طرح السعودية خيار العودة لخفض الانتاج في وقت أفادت فيه صحيفة وولد شريت نقلاً عن مصادر مطالعة أن روسيا لا تدعم مقترح الرياض ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن خمسة مصادر في مجموعة أوبيك بلاس قوله أنه من المرجح أن تبقي المجموعة حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر في اجتماع الاثنين رغم أن بعض المصادر لم تستبعد حدوث خفض طفيف للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من التباطئ الاقتصادي